لابد أن أختم بقصيدة من وحي رمضان أقدم فنفسي جواً لله تضطرم ضمأ لمغفرة إذ هالها الجرم شهر الصيام وهل إلاك ملتجأ للصفح إما أراد التوبة الأثم فأنت فرصة عاص في الضلال غواء إن كان ثمة ذلب فيغتنم يا رب فاقبل إذا عودي إليك فما أنا سوى تائب قد هده الندم شهر الهدى فيك تحيا النفس عابدة وفيك كل دروب الخير تزدحم قد زاد حبك في أهل الهدى حدث أن فيك بكر علي ساقه الكرم بمولد الصبت شهر الصوم أسعدنا لكن لنا فيه ذكرى كلها ألم ذكرى شهادة خير الخلق قاطبة بعد النبي بسيف سله قزم وهو الذي سيفه في كل مرحلة عليه كان قيام الدين يدعم بل إنه باب علم الله دافقة منه المعارف والأحكام والحكم فاسأل عليا وسل نهج البلاغة إن أردت حكما مع الأخلاق ينسجم ينبي كأن رجال الحق ما عرفوا طعم السعادة أو في عيشهم نعم وقيمة المرء فيما المرء يحسنه فالخير فعل يد لا ما يقول فمو والعلم درب به العلام يأمرنا كذلك الرسل بالعلم الغزير سمو إذ جاء عيسى بعلم الطب معجزة وراح يشفي به من ناله سقم والله إذ بلغ الهادي رسالته بقول يقرأ أتى القرآن ينطظم لكنما العلم لا تسم نتائجه إلا إذا كان بالأخلاق يتزم فإن خل العلم منها فهو قنبلة من فك في هيروشيما وقعها يصم والعلم إن كان بالأخلاق مرتبطا نور به أديسون مازال يحترم إذن لننظر إلى ما نحن فيه هنا فأين نحن إذا ما عدت الأمم لقد نجحنا بإيجاد الذوات كما جم التعلم لكن قلت القيم وإرثنا العاملي المرتقي أدبا إحياؤه واجب فلتنهض الهمم إني أرى الغيث قد لاحق بواديره مذقمت يا منتدى تزهو به الكلم أغنق مواضيعك الألباب معرفة ومن تراث أصيل سطر القلم إن الذي همه تبليغ فكرته يظل يكتب لو أن المداد دم لذا أتيت إليكم دافعي قلمي لأنشد الفكر شعرا ساغه الفهم فكان ما قلت بسم الله مفتتحا وإنني بثناء الله أختدئ الصلاة والله